استكمل البطريالك يوحنى العاشر الكلي الطوبة والجزيل الاحترام زيارته الرعائية لأبرشية حما وتوابعها فتفقد العديد من البلدات والرعاية التي سطرت رسائل في صمود المسيحيين في أرضهم وكان البطريالك يوحنى قد انطلق من دار المطرانية في المدينة يرافقه راعي الأبرشية المطران نيكولاو سبع البكي غطاس بغداد والكويت وتوابعهما ولفيف من الأساقفة الأباء الكهنى والشمامسة قبل وصوله إلى بلدة آيو أقامت قبيلة العقيدات استقبالا شعبيا للبطريالك يوحنى بمبادرة أكدت لغة التعايش والتأخي بين أبناء الوطن الواحد كان في استقبال غبطته فضيلة الشيه أحمد العموري وأبناء القبيلة وجرى تبادل الكلمات نوهات بالعلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين المسيحيين والمسلمين من ثم سلك موقب البطريالك يوحنى الطديق المؤدية إلى بلدة آيو فأقيمت للبطريالك يوحنى استقبالات شعبية مهيبة هناك رفع الصلاة في كنيسة رقاد السيدة العزراء في ختام الصلاة القنمطران نيكولاوس كلمة ترحبية مقدما للبطريالك يوحنى إيقونة السيد بعد إذن توجه البطريالك يوحنى إلى أبناء بلدة آيو بالقول أنتم في قلب الكرسي الأنطقي أنتم نبض الأبرشية ولستم منسيين إنكم تحملون الإيمان الرسولي العظيم نصلي لكي يعطيكم الرب السلام والأمان مقدما للكنيسة إنجيلا مقدسا من بلدة آيو توجه البطريالك يوحنى إلى بلدة تومين التي استقبلته صغارا وكبارا شيبا وشبابا معلنة فرحها بقدومه وتعطشها لهذه الزيارة التاريخية ترجمة نانسي قنقر بعد الاستقبال أقام البطريالك يوحنى الصلاة في كنيسة موالياس بحضور فعاليات البلدة كهن رعية تومين للسريان الكاتوليك الأب حميد مسوح وجمهور كبير من المؤمنين في كلمة ترحبية أكد كهن الرعية الأب ثابة ديوب أن زيارة البطريالك يوحنى ستعطي زخما روحيا وتعزي كبير لأبناء البلدة الذين ينتظرون منها كل أمل ورجاء مقدما للبطريالك يوحنى باسم رعية تومين ومجلس رعيتها والأخويات وأسرة التعليم الديني صليب باركة ثم ألقى البطريالك يوحنى كلمة أكد فيها أن الكلمات ليس لها أن تختصر قوة المناسبة وخاطب أبناء تومين مسنيا على تمسكهم بمبادئهم وأدبياتهم وأخلاقهم رغم قصاوات الظروف مقدما للكنيسة إنجيلا مقدسا في خطام الصلاة كانت للأستاذ لطفي صوان كلمة ترحبية تلاها مصافحة البطريالك يوحنى للمؤمنين في قاعة الكنيسة من تومين إلى بلدة قلبي رسائل في الصمود والمحبة تجلت مع قدوم البطريالك يوحنى الذي أقام الصلاة في كنيسة التجلي بحضور جمهورين كبير من المؤمنين تلاها كلمة ترحبية للمطران نيكولاوس ثم ألقى البطريالك يوحنى كلمة شدد فيها على ثوابت الكنيسة الأنطقية بالعيش الواحد مع كل مقونات الوطن وداع كل واحد مننا أن يسأل نفسه في يوم القيامة ماذا يجب عليه أن يفعل في خطام الصلاة قدم الأب ميخايل حنى إكونة السيد هدية تذكرية للبطريالك يوحنى من قلبي إلى كفربو حكاية الفرح التي لا تنتهي حيث يعجز اللسان عن وصف محبة أبناء البلدة للبطريالك يوحنى الذين استقبلوه عند مدخل البلدة وعلى طول الطريق المؤدية إلى كنيسة ماريلياس حاملين سعف النخيل، الزيتون، الصلبان اللافتات المرحبة، نسر الأرز وأقواص النصر وكل ما يمكن أن يعبر عن فرحهم بقدومه هناك أقام البطريالك يوحنى صلاة الشكر بحضور جمهور كبير من المؤمنين المسيح قام من بيدي الأموال وواطئ الموتى بالموتى وأبداً حياة للهين في الحكوم بعد إذن القرموتران نيكولاوس كلمة نوه فيها بمزايا وفضاء الأهل كفربو فضاء الإيمان، الثبات، الوطنية، والأخلاص مقدماً للبطريالك يوحنى باسم أهالي البلدة عصى رعائية من ثم رد البطريالك يوحنى بكلمة جوابية قائلاً يا أهالي كفربو إنه يوم القيامة نعيشه معكم على هذه الأرض الطيبة أن المسيح قد قام من بين الأموات من أجل خلاصنا وليس من أجل نفسه قام من بين الأموات ليقيمنا معه نعم يا أحبة نصل اليوم كي تعود الأيام كما كانت وأفضل وأؤكد لكم أننا بكون ثابتون لأننا أبناء الرجاء والقيامة مقدماً للكنيسة إنجيلاً مقدساً من كفربو إلى ساسكون توجه البطريالك يوحنى ليتفقد أبناء رعية القديس فيليبوس الذين استقبلوه بالترحاب والتهليل وأخصان الزيتون وعصف فرق القشافة هناك أقام الصلاة وتوجه إلى الأهالي بالقول نعيش اليوم معكم غبطة كبيرة عندما نرى العائلات ما زالت متماسكة ثابتة على صخرة الإيمان التي لم تستطع الرياح أن تهزها نشعر بفرح كبير عندما نرى هذه الطفولة الواعدة حاملة في قلبها وفكرها ووجدانها المبادئ التربوية الصالحة أنتم نبع الإيمان تقوّوا وتشجعوا واثبتوا مقدمة للكنيسة إنجيلاً مقتساً